بقى احنا قاعدين وعملين بنتفرج وبنسمع الفي قول المعمول وبنسمع صوت صلاح جهين وحاجات زي كده وحتى انو انت كنا بنتكلم الراجل ده ميت عنده خمسة وخمسين سنة وكسور صحيح بكم انتاج مزهل وغزير في الكتابة في التمثيل في الكاريكاتير وما لو كان كامل السبعين كان راح بينا لحد فين صحيح بس احنا بنتكلم على دولة مستقلة يعني انا رأي ان صلاح جهين دولة مستقلة في المواهب صح يعني هو كان مسألة انك تقدر تبني عليه يعني تحط صلاح جهين كده تبني فوق دولة ومش محتاجه خلاص ما هو بين تاني يعني محتاج كشف مواهب هو كشف المواهب محتاج ممثل هو بيمثل محتاج شاعر هو من اهم الشعارة في تاريخ مصر طبعا محتاج رسام كاريكاتير هو من اهم الرسامين في تاريخ مصر يعني خذ بالحقيقة انه مش مجرد حد بيمارس الابداع ده وبياخد فيه درجة رأى عظام رسمه على قدوم في البيت عنده يعني او بيرسم حاجة وطيفة لكن هو مصنف على مستوى العالم في رسامين الكاريكاتير اللي هو مستوى واصل لمستوى راقي وعظيم جدا في المسألة دي انه نفس المسألة في الشاعر نفس المسألة في كشاف نواهب كشاف نواهب هو سبب رئيسي في اللي وصلت ليه سعاد حسني طبعا وهو اللي اكتشف احمد زكي فحتى مستوى المواهب اللي بيكتشفها جبار مهيب بخبع بالضبط يعني يعني الواحد يكفيه في حياته ان يكتشف مواهبة بالشكل ده ويروح يعني مش محاكة يعني الحاجة تاني يفضل محسوبانه طول الوقت بالضبط تعالى بقى في الاغنية هتلاقي انتاج ضخم وانتاج مع يعني الضخامة بتاعته والحجم الجبار العبقرية انه برضو الواحد يكفيه اغنية واحدة زي بالأحضان وبرضو يروح ومتشكر جدا مش مجرد غزارة في الانتاج هي جودة فائقة بالضبط بلاغة عظيمة فلسفة مهولة اللي هي طول وقت تحل النظرية بتاعت الكامل ولا كيف هو عمل الاثنين بنفس القوة في الشعر لو حطنا الربعات على جنب دي ليها قصة لكن على اسم مصر لو برضو شعر ما كتبش في حياته إلا على اسم مصر وبعاكية بطل الشغلان هو كده يعني جاب درافها هو خلص الشغلان دي وما ينفعش حد يكتفيه بعده فهو المسألة دي شادته الصعوبة وهو كان بيتعامل معاها بمنطق اللعبة هو كان بيلعب يعني هو كان من كتر موهبته ما كانش لا بينافس حد ولا شاغل باله بإنه مثلا يشتغل على حاجة معانة عشان نوصل رقم القياسي فيها هو زي ما وصفه يعني برضو الفنان العظيم وحيدين لباد هو نفسه كان الرقم القياسي اللي انت بتقيس نفسك انت كام من صلاح الجهين يعني انت بترسم كاركاتير كام من صلاح الجهين صلاح الجهين هو العشر على عشر بالضبط فانت بقى بترسم قدية من صلاح الجهين فالمسألة دي نفس المسألة في الشعر عشان كده بيقدم معاها بوسائب إيده وبرضو احنا تكلمنا على مثلا سعاد حسني وإحمد زكي ودي أهرامات في الفن هنروح الناحية التانية نلاقيه بيقدم عبد الرحمن الأبنودي وستحجاب فبرضو يعني المسألة متجاوزة انه بيقدم شخصات عادية يعني مش بيكتشف مواهب من الناس اللي تكشفها كل يوم اشتركوا في القناة